مع محافظ البنك المركزي سيد حسن عبدالله ودكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع دوات كما توحي طبعا الشخصيات الحضرة فيه هو الغرض منه متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة. ده جزء مهم جدا لأنه حضراتكم كنتم تابعين وإحنا هنا في 90 دقيقة فتحنا الملف دوات مرارا وتكرارا أزمة الاستيراد وأزمة الناس اللي بتنتج على الوقفة معهم على مدة بسيطة جدا مستلزمات الانتاج ما يقدرش أنه يتحرك غير لما يستورد هذه المواد الأساسية من الخارج الجزء دوات مين المسؤول عنه أو مين اللي بينظمه البنك المركزي هو اللي بيضع السياسات النقدية أو شكل السياسة والرؤية النقدية للبلد وبيتابع بقى أداء المصرفي وأداء البنوك ما البنوك دي هي اللي بتسهل على المستوردين والمنتجين والمصنعين بتسهل عليهم شغلهم فالنهار دا أنه يبقى البلد كلها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار والإنتاج دي مسألة غاية في الأهمية وبيؤكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة اجتماعه النهار دا مع الدكتور مصطفى مدمولي ومحافظ البنك المركزي ما هو إلا دليل على الفكرة دي أنه نحن النهار دا لا يزم كلنا كدولة مصرية صاحبة هدف يبقى عندها الرؤية دي وتحت الرؤية وده الأهم الآليات وطريقة التنفيذ نشوف التقرير اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدمولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بين الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة وقد استعرض سيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدولي الاقتصادية على مستوى العالمي مؤخرا وذلك للتعامل مع التدعيات وتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستدبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمؤامة مع تدعيات تلك الأزمة موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقضي المتزن الذي تنتهج الدولة وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذبي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية